السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم متابعي قناة مرشدي الطربوية في مقطع جديد يتعلق بالقراءة الوظيفية تحت عنوان مشروع ناجح الخاص بكتاب مرشدي في اللغة العربية للسنة الثالثة صفحة رقم خمسة وأربعون ستة وأربعون والصفحة سبعة وأربعون قبل أن نبدأ محيب بقناة مرشدي الطربوية كذلك الصفحة عفوا تمانية وأربعون قبل أن نبدأ تجدون جميع الفروض المستوى الثالث في صندوق الوصف بالنسبة للذين يبحثون عنها ونبدأ تعالى بركة الله بالسؤال الأول أصل الكلمة بمعناها المناسب أن أطرح وأرمي وأقدم أن في المقابل ألقي النفايات في سلة المهملات ألقي خطبة بمناسبة أسبوع التعاون المدرسي ألقي سؤالا على زميلي وزميلتي نعم هنا أطرح بمعنى ألقي سؤالا تفقنا ثم أرمي أرمي معناها ألقي نعم معناها ألقي نعم وأقدم بمعنى ألقي خطبة نعم هذا الجواب دينا على السؤال الأول ثم السؤال الثاني أكمل شبكة مفردات العبارة أسبوع التعاون المدرسي بمعنى الكلمات اللي عندهم علاقة بأسبوع التعاون المدرسي وهي إذن أحباء الكلمات هي المجموعات، التعاون، مشروع ناجح، المشاركة والأصدقاء نعم الآن سؤال موالي السؤال الثالث أقرأ الكلمات ثم أعين لون مراضي فيها نعم عندنا مغزن أعنى المساهمة بالنسبة للمغزن المراضي فيها ثلاثة إن مجال مكان ومعنى إذن الكلمة المناسبة لمغزن بمعنى معنى لون الأصدق عندنا المساهمة بمعنى المعاملة أو المشاركة أو المقابلة إذن الجواب الصحيح هو المشاركة جميل ثم السؤال الرابع أستعمل الكلمات الآتية في جمل المهملات عندنا هيا عندنا كل النفايات والمجموعات والمجموعات نعم سنقوم بتركيب هذه الكلمات ضمن جمالين إذن الجمل أحباء الجملة الأولى أرمي المهملات في أو المهملات في السلة أو في المكان المخصص لها الجملة الثانية عندنا هيا هيا بنانا تعاون الجملة أو الكلمة الثالثة كل منا له مهمة خاصة نعم النفايات تضر بالبيئة المجموعات تتقاسم المجموعات للعمل انتقلوا الصفحة 48 لدينا السؤال أول أضع خطا تحت ما لم يذكر في النص عن النشيد الوطني إذاعة المدرسة نادي القراءة ومشروع القسم إذن العبارة التي لم تذكر أو الكلمة التي لم تذكر هي نادي القراءة اتفقنا ثم ثانيا أضع العلامة في المكان المناسب أن في أسبوع التعاون المدرسي نجتاز الامتحان أو نغادر المدرسة أو نقوم بأنشطة نعم جواب صحيح هو نقوم بأنشطة قرر التلاميذ أن يقوم بحفل فني بمباراة غياضية بتنظيف المدرسة إذن قرار التلاميذ تنظيف المدرسة تقوم المجموعة بإعداد الأغراس والشتائل سلال النفايات صبورة الإعلان نعم جواب صحيح هو سلال النفايات نعم ثم بعد التمر الموالي السؤال الأول أنتج جملة أحاكي بها ما يأتي لماذا لا نستفيد من الرسم الذي تعلمناه ماذا تقصدين لم أفهم ما علاقة الرسم بسلال النفايات هيا بنا إلى المشغل لنبدأ العمل نعم الجمل التي تكون يعني أحاكي بهذه الجمل بالنسبة للجمل الأولى لماذا لا نستفيد من القصص التي تعلمناها ماذا تقولين لم أستوعب نعم ما علاقة القراءة بالكتابة هيا بنا عفوا للقسم لقد حان موعد الدرس نفهم ثم بعده لدينا السؤال الثاني أرتب مراحل مشروع القسم انطلاقا من النص باستعمال رقم واحد واثنان وثلاثة وأربعة لدينا نوسع السلال على الأقصام ثم الجملة الثانية نضع السلال في ساحة المدرسة نناقش الأفكار فيما بيننا نرسم رسوما على السلال إذن من خلال قراءتنا للنص ما هي الجملة الأولى الجملة الأولى في النص هي أن نناقش الأفكار فيما بيننا إذن كل من قرأ النص فهو يستطيع الإجابة معي الآن ثم ثانيا نرسم رسوما على السلال إذن هذه كانت الخطوة الثانية هي أن نقوم برسم على السلال ثم ثالثا نوزع السلال على الأقصام إذن هذه الخطوة الثالثة وأخيرا الخطوة الرابعة نضع السلال في ساحة المدرسة إذن هذا هو الترتيب للجمل الموجود بالسؤال الثاني بالنسبة للسؤال الثالث مطلومنا أعبر عن رأيي في أسبوع التعاون المدرسي هنا في هذا السؤال مطلوم من المتعلمين والمتعلمات إبداء آرائهم في أسبوع التعاون المدرسي بمعنى كيف يجيكم هذه الأسبوع التعاون المدرسي أو ما هي الفكرة لكم إذن مثلا نعم كجوة مثلا هو فرصة للإهتمام بفضاء المدرسة مثلا كما قلت هو فرصة للإهتمام بفضاء المدرسة إذن هذه الأسبوع للتعاون المدرسي كنقوم به لتنظيف أو بالقيام بحملات لتنظيف المدرسة ومنها مجموعة من الأعمال تنظيف تزيين غرص وغيرها من الأعمال ثم السؤال الرابع ما الفكرة التي قد أقترحها لو شاركت في أسبوع التعاون المدرسي هنا في هذا السؤال مطلوم من المتعلمين والمتعلمات اقتراح فكرة إذا شاركتم في أسبوع التعاون المدرسي ونحن في كل سنة نقوم بأسبوع التعاون المدرسي ويقوم المتعلمين والمتعلمات بمجموعة من الأنشطة خلال هذا الأسبوع مثلا أقترح نشاط وهو تنظيف قاعات المدرسة هناك من يقترح تزيين فضاءات المدرسة هناك من يقترح غرص الشتلات والأشجار والورود مثلا وغيرها من الأعمال التي ممكن أن نقوم بها خلال هذا الأسبوع وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الدرس نعم في الحصة المقبلة إن شاء الله سنتعرف على أمشطة الاستثمار الموجودة بالصفحة رقم 49 وكذلك الأمشطة الموالية خاصة بتطبيقات الكتابية والإمداء في الصفحة رقم 50 وكما قلت لكم في أول المقطع تجدون جميع الفروض الخاصة بالمستوى الثالث ابتدائي في صندوق الوصف وكذلك للمستويات الأخرى وإلى اللقاء